خلونا نبتدي حلقتنا النهاردة مع الفريق الأول للنادي الأهلي لكرة القدم اللي كان عنده مباراة مهمة جداً بالأمس مباراة طلاع الجيش وكان فيها مكاسب كبيرة جداً قدر يفوز فيها النادي الأهلي بربعية نظيفة والمباراة مباراة كانت مباراة مميزة لفريق النادي الأهلي قدر يحسم المباراة من شطها الأول في الـ 45 ديئة الأولى وقدر النادي الأهلي يحرز سلاسة أهداف وقدر فيه وسامة أبو علي فيه الشط التاني يضيف للنادي الأهلي الهدف الرابع واحد من أحلى وأهل وأجمل أهداف الدوري الممتاز مكاسب المباراة بالأمس أن النادي الأهلي في مباراة قدر يفوز بنتيجة كبيرة ربعية وشفنا ربعيات مرس الكولر اللي بدأت تظهر مرة تانية على الساحة الكروية في الدوري المصري امبارح أيضاً شباك النادي الأهلي النظيفة ودي من العلامة المميزة دايماً بنقول إن الفريق البطل اللي يقدر يحصد بطولة أو يعينه دايماً على البطولة دايماً يكون عنده دفاعات قوية فعلشان كده ده رقم مميز للنادي الأهلي إن بالأمس تخرج شباك النادي الأهلي شباك نظيف زي ما احنا شافين الهدف وهي معروضة قدامنا كلها هدف ملعوبة وكمان الكرات السابتة لها مفعول السحر بالأمس ودي من الحاجات اللي بتظهر شغل الجهاز الفني وكمان اللعبة ومدى تركزها تواجد جمهور النادي الأهلي اللي دايماً داعم ومساند في كل الأوقات وفي كل المباريات وفي كل الملعب هدف من الأهداف الحلوة وهدف فيه متابعة وطبعاً لعبة متفق عليها وشايفينه سماء بعالي وهو جاي من العرضة البعيدة لتحت وهو بيسدد المتابعة من طاهر محمد طاهر الهدف التاني اللي قدر يحرزه عمر السلية أيضاً من متابعة جيدة بالأمس مبارح شوفنا طاهر محمد طاهر وهو بيتقلق شوفنا خالد عبد الفتاح وهو بيتقلق دا علشان الكلام الكتير اللي كان بيظهر الفترة اللي فاتت وهنا دور جمهور النادي الأهلي كل ما بتلعب مباراة وكل ما بتقرب على مصابقة الدور المتاز من حسمها هتلاقي كلام كتير هتلاقي كلام عايز يود اللعيبة لخارج التركيز أصلي خالد عبد الفتاح النادي الأهلي هيستغنى عنه دا الهدف التالت برضو من كرة سابتة محمد عبد المنعم المعتاد على هذه الكرات ويقطع على العرضة الأولى وشوفناه في نهاية دورة أبطال أفريقا ما من وداد لكن كانت من ركنية ولكن دي كانت من كرة سابتة فاول خارج التمنتاشر وقطع وحطها يعني ولا أحسن ولا أحلى مهاجم سريعة وصعبة على حارس مرمى طلاع الجيش الهدف الرابع اللي أنا باعتبره هدف من أحلى أهداف الدور الممتاز وهنا بقى الهمسة واللمزة والمهارة العالية من الوافد الجديد وسام أبو علي اللي بيحقق أرقام جيدة جدا مع النادي الأهلي منذ قدومه في الموسم الأول ليه مع النادي الأهلي طاير محمد طاير بيحطها بمعلامة في مكان حلو قوي وهنا ما فيش توقيفة ومحضر ومجاهز نفسه وبوش رجل الخارجي صعبة جدا على حارس مرمى النادي الأهلي أهداف كلها ولا أحلى ولا أربع خلونا أروح لحضراتكم وأقول جمهور النادي الأهلي المساند والداعم دايما للفريق اللي بينشوف كل الملاعب تلعب في اسكندرية تلعب في القاهرة تلعب في أي مكان دايما جمهور النادي الأهلي ليه تواجد لدعم ليه مساندة ليه أهمية مع فريقه دايما الفترة اللي فاتت شفنا كلام كتير وهتشوفوا الكلام اللي جاي ده خلال الفترة اللي جاي أيضا في لعيبة النادي الأهلي يستغنى عنها في لعيبة مشية وهقولكو أمثلة خلد عبد الفتاح كان كلام كتير خلد عبد الفتاح أسير الدكة ما بيلعبش النادي الأهلي يستغنى عنه طهر محمد طهر النادي الأهلي يستغنى عنه أحمد عبد القادر هيحترف معرفش فين لكن شوف أداه خلد عبد الفتاح منتهى القوة منتهى الرجولة بيلعب في البكرة يتيلعب في المساك بيقول للعيبة وبيقول للجهاز الفني بيقول الجماهير لا أنا أستحق الفرصة وأن أنا أكون موجود في النادي الأهلي طاهر محمد طاهر اللاعب المجتهد اللي بتقول له إلعب وينجي رايت يلعب وينجي ليفت يلعب إلعب باك رايت يلعب هي دي الروح المطلوبة خلال الفترة اللي جاية علشان كده دور جمهور النادي الأهلي لازم دايما مش عايزين نلتفت للكلام وشاعات الكتير عايزين دايما نخلق جو صحي وجيد للفريق علشان المنافسة المهمة جدا